بعضوط عدولي ضدكم الزيمة بوي وزامبيا المنتخب الزيري يعود للانتصارات وواصل بالسلثة الإيجابية بدون حتى هزيمة والانتصار المرة هذي بشيكون على المنتخب بوتسوانا اللي انتصارك نعريه كبير خمسة بليش محيش شوية وأكيد عنا منحكيه وعنا ما تشو نحب نقل على لايكو في الكوموتاريات على ماش تزير وبوتسوانا لكن اقبال لها حاجة ما غير ومساك اللايك وكيف ما غير ما تنس انك تفعل درسة الانبعيات وكيف كل فيديو دي نعبط هنا اديك دريك نتليفكاسيون رغم لي بوتسوانا وطريقة لعبة كان دفاعي وكانت لعب بسلوب دفاعي وصحتها تدفع في وسلم مبارد بسابعة وثمانية وتسعة لعبين لكن ما لقعت حتى حل ضد هجوم المنتخب الجزيري وخارجت خاسرة 5 بليش التي تسمى نتيجة بيه نتيجة بيه من ناحية بوتسوانا كانت تجربة اخر رتيجة اكبر منها كيكا بتاع ثمانية بلايش تسعة بلايش نصف حاضر نجمه نحكيه ونجمه نقوله على عشرة بلايش بعدد الفورس اللي جاءوا لمنتخاب يزيري سواء الشاوط الأول سواء حتى الشاوط الثاني اللي الشاوط الأول منتخاب يزيري كان نجم يخرج ربح أربعة خمسة ستة كنتحسب قدش من فرصة جاته ولنا راني يقول ان منتخاب يزيري رو خمسة بلايش تراغة منتيجة كبيرة لكن ضيع برشة هنكونوا واضحين من طول بلما نحكي على تفاصيل اخرين ونحكي اشتاره مباراة نحكي على تشكيل اللي هباتبات جاماب الماضي ضد المتخاب تسوانا اللي مباراة اليوم جاماب الماضي لعب تشكيلة الـ 4.1.4.1 مباراة هذه اول مباراة رسمية اللي يرامل زلوقي كاساسي اللي الليعب بشر كل الخير للمستقبل الليعب عنده ممكنات كبيرة كأول مباراة لهاي مباراة محترمة قدمها الليعبة ذاية وكما قلت لكم الليعب يبشر بالخير للمستقبل وحازوخر عندي ما نحكي عليها على اللقه رياض محرس على المباراة الكبيرة اللي عملها رياض محرس على الـ 4.3.0.1 اللي بللي فيش نقول لك و بللي فيش نصف لك و بللي فيش نعقلك كلمات اللقه الفناه اللي صارت لني انا جابش نصفيلك مش عملله و شقام و شدير و شقد و شو نحكيلك حاجة اللي برسمة لها في الإحلام اذهك شو نقول لك ان ابردين نحكيو اكثر عن مباراة اللي مباراة كانت ممتازة من الناحية التكتيكية للمنتخب جزيري سوى دفاعين سوى حطوه وجومين راي صحيح نتيجة كبيرة خمسة بليش لكن هذا ما يعنيش اللي مباراة هذي النجم وقايموا بها نظراً اللي منتخب بوتسواني كان يلعب بسلوب دفاعي كان يلعب ببلوكبار اللي مباراة قايم بها مناحية انك في الكوب دافريك ولا في الماتشوات اخرين بش تلعب دي المنتخبات كل ما دي تلعبت زي راي بش تلعب لك بلوكبار وتلعب لك بسلوب دفاعي دبع بثمانية وتسعة لعبين وتلعب لك هل هجمية معاكسة كيما منتخب بوتسواني مباراة اليوم هذيك عليش نقول لك مباراة اللي تنجب تقيم بها هذيك هوا هذيك هيل افريقا واذك هوا جو الافريق سوى تصفية كيس العالم ركبش تأكيد بش عرضوك منتخبات بش تلعب نفسه صوب دفاعي سوى حاطة تصفية كيس افريقيا منين القدام حاطة في كيس افريقيا بيدة راي بشي واجهة ومتخبات تلعب بطريقة لعبة دي اسلوب دفاعي وهجمية معاكسة هذيك عليش متخب زيلي نعود وقولها مرة اخرى اللي مباراة ينجم يقيم بها افار ذي نحكيه اكثر عن نقطة اخرى لطريقة بناء اللعب تشكيلة المتخب زيلي كل ما يبني اللعب الا ما تتبدل كل ما كورة تخرج بالدفاع للوسط حاطة بتصل الهجوم التشكيلة والرسم تكتيكي يتبدل من الاربعة وواحد اربعة وواحد اللي تلعب بالاربعة اثنين ثلاثة واحد والان تفهم الدور تكتيكي انتع بن ناصر وفي غولي واللي يقولك تد عجالي مين تلقى بن ناصر هو يولي الثاني وسط ميدان وفي غولي يقولك صانع ألعاب صانع ألعاب حر ما عندوش بوضيصون معاين ومش يقف بص معاين تلقاه يمين يصار يتحرك واذا كورة عجالي صار تلقى في غولي يدخل اكثر الوسط واللي بن ناصر هو كصانع ألعاب وكيف كيف عندو الحرية بش يتحرك والحكاية هذه صانع الفرق من ناحية الهجومية عدد اكثر العدد اللاعبين في الهجوم كيف عدد برشة حلول لسيوي سليماني الشوط الأول حتى بغداد الشوط الثاني ومن وقت اخر تعجب على الاخر الكافية كيفاش مدفعي المتخفز يخرج الكورة يوصلوا كورة من الوسط والوسط كيف يخرج كورة ووصلها للهجوم كيفاش تبني اللعب اللي تلقى اللي صارو سيمان بن ناصر محرس ولا الزفان قدش مرة شوفوا تريونج اللي سير بينتهم ثلاثة ولا حتى في غولي اللي هكاية كان تشوفوا برشة مرات اللي منتخب زيري في تريونج رولازووس تلقاي فصخ في ثلاثة ملعبية أربعة ملعبية فصخ وسط مايدان منتخب بوتسوانا اللي وريكهم خدمة كبيرة من جميع الماضي اللي قرأ مبارات وعرف كيفاش يلعب على نقاط ضعف منتخب بوتسوانا رغم اللي بوتسوانا كانت تلعب بصوب دفاعي كانت تلعب لعب أجريسيف برشة اللي قلق في نوعا ما طريقة لعب منتخب زيري في وقت معاين كيت برشة على حاجات عجبوني وشي خطع عليهم في المبارات حاجة ما عجبت ليش صحيح نتيجة كبيرة فرحانين بدي صار منتخب زيري لكن نجي نحكيه حاجة واقعية اللي المنتخب زيري مبارات هادي ضد بوتسوانا ضيع برشة ضيع برشة فرص فرص اللي كانت سيلا مش مركي فرص اللي كانت نجي متخرب بنتيجة أكبر من خمسة بلايش صحيح نتيجة خمسة بلايش لا ما يشويه ونتيجة باية لكن المنتخب زيري كانت نجي من يوخل جربة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بتحكوا لعب بالحكيه هذي صارت جراء تسرع برشة اللقات شوف نعم سيوان فيه ولي محرز بالرحمة حتى بغداد يهبط اللي كوري اللي لازم في بلاسة توت عادي باس خير ولا في بلاسة عادي باس توت خير تسرع كبير صار في برشة اللقات اللي كان ينجي منتخب زيري يعرف كيف يستغل فرصة دي كخير من اللي يستغلها ما كيك رغم اللي صحيح موجود كبير لكن كالعادة التسرع هو اللي يهلك الهاجمة وهو اللي ضيع عليك الهاجمة شاو تلو رغم انتخب زيري خرجه بخمسة ستة فرص وطأ هداف كورة الريار كورة في غولي اللي بالراس برشة كور برشة كور بللي بش نحكي لك وبللي بتنقالك الكور اللي ضيعهم رغم طانية نتيجة اكبر من خمسة بلليش واخر نقطة اللي بتنحكي عليهم عالتغييرات اللي قم بهم جميع بالماضي اللي اثمه وعطاهوا فلوس كبير هبوت بغداد هبوت البليلي حركوا اللعبة بالحق بالحق حركوا لا الرغم منهم يلعبوا في الدور القاطري لكن هبوتهم حركوا اللعبة على الاخر اعطاها اضافة كبيرة في وجوم الموت خبر وطني جزيري قدم اضافة كبيرة في سورة بغداد بليزابيلي يقوم بهم كيف كيف البليلي تنميرات نتيع وكيفاش يجيب بلانتي اول ما هبط وبلغطة الفنية اللي عملها عندي هنا قدم اضافة كبيرة السيحة سعيد بالرحمة قدم مباراة متوسطة عندي هنا نقولوا من الاخر متوسطة لكن البليلي كهبط اعطاها فلوس كبير في الوجوم قدم اضافة كبيرة في الوجوم نجمون نحكيه ونوعا ما اللي ينصب بليلي من الساس بجولة فريق ومن الساس بملاعب عليكم نمشي معاك وسعيد بالرحمة ملقاش روح ويسر نظران اللي ارضية ميدان ساعات راي تزلق طيح ما تخاليكش انك تلعب بالكورة اللي تحب تلعبها ما تسمح لكش انك تلعب بالكورة اللي انتي من الساس تلعبها في ملاعب انجليزية خاكونوا واضحين ما نتوى رغم اللي ملعبهم تيز لكن ارضية ميدان كانت مبلولة اللي كنت ما تساعدش برشة برشة لعبيين خلاص كلمي اللي انتي صار مستحق للمتخب الوطن الجزيري من جميعنا واحد انتي صار مستحق كوروين فنين بليت حبالي انتي نعاود نقول هيلك اللي مباراة تنجم تاخذها كروبير تقيم بيها اش صار وماش صارش وكيفاش لعب كونتربوتسواني تلعب بسلوب دي فاعة تنجم قيم بيها تنجم تاخذ منها برشة بكار تعرف منها كيفاش تستغل نقاط ضعف جماعة ذلك المنتخب زيري نعاود نقول هيلك اللي عندها واحدة من اقوى هجومات هيدا كان مش اقوى هجوم وثلتة وحالين في فريقيا المنتخبات نحكي بالحق نحكيه من الاخر لا موجاملات ولا شي ولا نفيخ لا شي طوام عليك ان اقول لك بسلمة ما غير ما تنسى ان اتبعنا على انستغرام كيفكيف ما غير ما تنسى ان اتبعنا على الاباس اللي غادي نعاود تكونتوني ومانيش نعاود فيه على يوتيوب ومولتقى قناة في الفيديو الجاية في الامان اشتركوا في القناة شكرا